السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة مباركة على الجميع اليوم توقعتنا على يوم الجمعة 27 تشرين الأول أكتوبر طبعا القمر اليوم موجود في برج الحمل ورح يظل موجود في برج الحمل لغاية الساعة 11 و43 دقيقة من ظهر يوم الغد السبت لا ينتقل القمر بعدها لبرج الثور القمر الآن موجود في منزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان والعمليات الصغرة وتقليم الأضافر وقص الشعر أيضا ويمكننا برضو بالفترة هاي الاهتمام بأمور التجميل الخفيفة طبعا الساعة 7 و13 دقيقة من صباح اليوم الجمعة القمر بنتقل لمنزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء بما أن القمر موجود في برج الحمل اليوم معناته خلال هذا اليوم منشعر بأن أكثر نشاط في العمل وأكثر تصميما وأكثر استقلالية ممكن أن نبدأ بمشاريع جديدة ولكن من المرجح أن تكون أفعالنا متسرعة أو متهورة علينا أن نكون حذرين على الطرقات أكثر أثناء الحركة أو قيادة السيارات منلاحظ أيضا في خلال هذا الوقت أنه منفقد صبرنا في تعاملاتنا مع الآخرين وهذا الشيء ممكن يؤدي بنا إلى مشاكل وحجج يعني شوية هيك تكون غير ضرورية بنفقد دبلوماسيتنا وبتسيطر علينا العصبية وفرض الرأي والتحكم بالغير وعادة لما بيكون القمر موجود في برج الحمل يوصى بإجراء فحص للعيون إذا لزم الأمر لذلك وتعديل تسريحة الشعر وإقامة حفلمة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التثليث إيجابية بين الزهرة وبين أورانوس هاي الزاوية طبعا تاثيراتها من يوم 27 عشرة اللي هو اليوم وبتستمر لغاية يوم 14 ذروتها يوم 31 عشرة ساعة 12 وخمسين دقيقة بعد الظهر بتتهيئ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاول أكبر كما أنه بتكون شعبيتنا في تصاعد وبتجلبنا سعادة غير منتظرة وإمكانية خلق علاقات جديدة بتبنى على المحبة والعفوية كما أنها بتشجعنا على الحب من أول نظرة أما بالنسبة للتأثيرات العامة أو دوليا فهي بتدل على ميل الناس أكثر للتحرر والتعبير عن عواطفهم أكثر وبتشهد هاي الفترة زيادة في الرحلات الجوية لحضور الحفلات والسهرات الفنية كما أنه بزيد عدد المؤسسات الفنية الخاصة بالإنتاج والتوزيع والأعمال الفنية اللي في هاي الفترة بتحقق نجاح وهي الأعمال التجددية والإبداعية والأنماط الجديدة والعصرية من الموسيقى اللي تستخدم تقنيات متقدمة أكثر من الأعمال التقليدية والكلاسيكية بعض الإنتاجات الفنية بتحقق نجاح غير متوقع وبيظهر على الساحة الفنية نجوم جدد لكنهم سرعا ما بتتراجع شهرتهم المؤسسات المالية والبنكية في هاي الفترة بتعرف ارتفاع مفاجئ في المداخل بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية هي الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والشرين والمرارة والدم طبعا بالنسبة لهذه الأعضاء يعني إذا شعرت بأي شيء غير اعتيادي مراجعة الطبيب إجراء الفحصات والعلاجات اللازمة لهذه الأمور ولكن كعمليات جراحية كبرى ما بننصح فيها نهائيا أما بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعا بما أنه لغاية ساعات الصباح ما بنصح بالعمليات الجراحية ولكن من ساعات الصباح وما بعد فما فيه أي مشكلة للعمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لزالة الشعر الزائد يعني لأنه شوي هيك الأجواء مش مساعدة لهذا الموضوع يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه أيضا لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحمل خلو المسار يوم الغد الساعة ثمانية وتسعة عشر دقيقة صباحا من صباح السبت هو بيستمر لغاية الساعة 11 وثلاثة وأربعين دقيقة ظهرا لا ينتقل القمر بعدها لبرج الثورة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره ثلاثة عشر يوم في تمام الساعة ثنتين وست دقائق عصرا بصير أربع عشر يوم نسبة الإضاءة تسعة وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم اثنين وعشرين احداش سعيد بنسبة خمسة عشر في المية القمر في الحمل حتى يوم ثمانية وعشرين عشر سعيد بنسبة خمسة عشر في المية عطارد في العقرب حتى يوم عشر احداش منتحس الان بنسبة خمسة وعشرين في المية في ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة خمسين في المية الزهرة في العذراء حتى يوم ثمانية احداش سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المريخ في العقرب حتى يوم 24-11 منتحس بنسبة 15% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 15% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 15% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط وبإمكانكم تسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم في شتى المجالات يعني بمعنى آخر حان الوقت لحسم الأمور العالقة ممكن تسمع جواب كنت بتنتظره أهم إش أنك تتحرك وما تنتظر الفرصة هي اللي تجيك حاول أنك أنت تبحث عنها وما تضيع الوقت يعتبر أو هاي الفترة تعتبر بداية جديدة لكل شيء برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذاءكم وراحتكم ابتهدأ الوتيرة عندكم وبتتأخر النتائج والبضائع والمعاملات وبتشعروا ببعض الخيبة لأن القمر موجود في بيت المتاعب لغاية يوم الغد فعشان هيك توقعوا أنه اليوم تظهر بعض الخلافات أو الالتباسات طبعكم متقلبي ومزاجكم متعكر أهمش أنه ما تخالف القانون لأنه ممكن تخسروا أكثر مما بتتوقعوا بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة أو يتوجه لك دعوة بتعبروا عن آراكم بحرية وجراءة تنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة بتسكنك أحاسيس متناقضة ولكنها فترة مناسبة للتحالف ولمد يد العون للزملاء الأجواء جيدة اليوم على المستوى الاجتماعي وعلى مستوى علاقاتكم ومعارفكم حاولوا أنكم تستغلوها بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا في إثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة تقدر اليوم تبرر كلامك وتوضحه بشكل جيد ولكن بدك تكون جاهز للقيام بزيارة طارئة أو لاتصال بأحد الأشخاص أو ممكن أنت اللي تطلقى الاتصال بتكون الظروف داعمة لأفكارك تهتم لبعض الاتصالات والمشهورات حاول إنك ما تكون مهمل وما تترك انطباعات سلبية عنك ما في داعي للمجازفات والمغامرات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً بتنشطه في مجال السفر والاتصالات البعيدة ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة يظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة والاختبار تجارب مختلفة بتشعروا بالاعتزاز والفخر أهم مش إنه ما تستسلموا وما ترضخوا لشروط ما بتناسبكم حاولوا إنكوا تناقشوا اليوم بمنطق لأجواء جيدة حتى على المستوى العاطفي وعلاقاتكم بالأحبة وأيضاً اللي عنده معاملات سفر يوم مناسب برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلى صلة بشراكة أو تعويض بيتوجب عليكم اليوم عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة حاولوا إنكوا تكونوا متفاهمين لأوضاع الآخرين ولأراءهم واتجنبوا الكلام الجارح وكونوا دبلوماسيين أجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة مع أمور إلها علاقة بنك، ضريبة، تامين، ميراث كلها هاي لصالحكم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً القمر الآن موجود مقابلكم تماماً فبترغبوا في تدعيم شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية أو ما بينكوا بين الأزواج ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بتكثر الواجبات وابتتزاماً ممكن تشعر بالهلع لضيق الوقت حادروا من التراجع الصحي ما في أي خوف كثير اليوم ولكن بطلب منك إنك تتبع الإرشادات والتعليمات واتجنب المشاكل وما تتسلط برأيك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً القمر اليوم موجود في البيت السادس يعني العمل والصحة حاولوا انكوا تنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وبتجدوا تعاون من زملائكم نظموا جدوى الغذاءكم واخذوا قصة من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة ولكن هذا ما بيعني إنه المرحلة رح تكون سهلة أي بتكثر الواجبات وبتتزامن ومن الحكم عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة وحاذروا من المشاكل الصحية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم الأجواء ممتازة جدا فيها فرص مناسبة للمصالحة وللتسوية وللتعارف والارتباط والحب والغراميات نشاطات متنوعة وثقتكم بأنفسكم عالية وقدرتكم على استيعاب الأمور أيضا ممتازة جدا اليوم ممكن تسمع خبر بيسعدك أو شيء بيتعلق في أحد الأبناء برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم واتفاهم أفراد العائلة لأنه اليوم التركيز كله على البيت وعلى العائلة فبتحتاج المسائل الخاصة والعائلية للمناقشة بهدوء بتظهر بعض الضغوط والمتاعب والمعاكسات اللي بتطلب منك الحكمة في حلها ممكن تكون على شكل أعطال أو استفزازات فعشان هيك بدك تكون محية ممكن تتعرض لمحاسبة أو ربما لتحديات خلال هذا اليوم فما بجوز الإهمال ولا التهرب من المسئولية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم تنشطوا في مجال السفر والاتصالات ومنكم أشخاص اليوم ممكن ينطلقوا في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بالنجاح وتعتبر هاي الفترة فترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات وممكن تنجحوا في طرح موضوع حساس أو تقدم على عمل مهم بيلفت الأنظار والإعجاب الأجواء اليوم ممتازة خصوصا للأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال التجارة أو في مجال التسويق والإلكترونيات والسيارات ممكن تهتم بالسيارات بشكل مباشر أو الإلكترونيات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتظل الفرصة اليوم متاحة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعودلهم أو يحصلوا على هدية بتقدم على إنجاز أو بتناقش صفقة أو اتفاقية حول أنك تعمل بجدية ونظم شؤونك المالية بشكل جيد وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة إلا أهم إنك ما تجازف ماليا لأنه اليوم المجازفات مش لصالحك حاول أنك تكون عقلاني وانتبه من المحتالين هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء